ويجبرك على اختيار إجابة واحدة من إجابتين هو يبيها وأول من اكتشف هذا التأطير الإعلامي أول من طبق هذا التأطير الإعلامي هو وزير الدعاية النازي جوبلز والتأطير الإعلامي باختصار هو أني أجبرك أو أعطيك خيارين وخليك تختار اختيار أنا أبيه مثلا لو رحت عند واحد زيارة دخلت عنده في بيته وقال لك شنو تشرب عصير ولا قهوة هو في الحقيقة حطك بين إطارين إما عصير ولا قهوة أنت لا يمكن أن يتبادر في ذهنك أنك ممكن تطلب شاي مثلا ليش؟ لأنه وضعك في إطار وعطاك خيارين فقط إشلون الإعلام يطبقه؟ اسمع لو تلاحظ الإعلام العربي اليوم تجده يضعك بين خيارين إما الإرهاب أو الإنحلال يعني يقول لك اختار تبي إرهاب ولا تبي إنحلال فطبيعي تجد كثير من الناس يصفقون للإنحلال ليش؟ يقول لك الإنحلال ولا الإرهاب وهذه هي الإجابة اللي يبيها الإعلام العربي اليوم أو الإعلام الموجه اللي قاعد ينفذ أجندات معينة هو يريد أن يقلب المجتمع رأسا على عقب لذلك استخدم مسألة التأطير حتى يجبرك بين إجابتين وهذا الفعل استخدمها زعماء قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن إشلون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التأطير الإعلامي؟ زعماء قريش لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد نعبد إله كعام وتعبد إله نعام هذا تأطير يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم بين خيارين اختار فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت فنزل الوحي يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين ممعنى أن أعبدوا دينكم وأن دينكم صح لا لكم دينكم أي أن هذا الذي اخترتوه هذا الخطأ والمسار الخطأ الذي اخترتوه على الصواب وعلى الحق لذلك انتبه من موضوع التأطير الإعلامي لأنه راح يختطف عقلك فعلا وستصفق لأمور غير صحيحة وسيغيب عنك الاختيار الوسط الاختيار المختلف تماما عن الاختيارين اللي يقدمها لك الإعلام العربي لذلك لا تستغرب إذا رأيت تكثيف إعلامي في تأطير هذه المسألة وتأطير عقول المشاهدين وعقول العرب